موسيقى حقق منتخب المغرب إنجازاً تاريخياً له وللعرب بفوزه على البرتغال بهدف نظيف ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطار 2022 المباراة جمعت المنتخبين على ملعب التمامة وذلك ضمن منافسات مرحلة ربع نهاء المونديال واستطاع أسود الأطلاس حسم المباراة بفضل هدف يوسف نصيري من كرة الرأسية في الدقيقة الثانية والأربعون وارتقى نصيري عالياً بعد تبريرة من الجانب الأيثار ووضع الكرة برأسه في مرمى البرتغال بعد الهدف الأول للمغرب حاول منتخب البرتغال إدراك التعادل حتى أن مدربه أقحم كريستيانو رونالدو مع بدايات الشوط الثاني لكن صمود دفاع المغرب وحارس مرماه ياسين بونو كان قويان حتى بعد طرد وليتش ديرا بالبطاقة الصفراء الثانية واقتنس أسود الأطلاس بطاقة التأهل التاريخية للنصف النهائي وبات المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يتأهل لمرحلة نصف نهائي كأس العالمة